يعطيكم الف عافية وصفتنا لليوم رح تكون من ألذ وأشهاء الحلويات اليوم رح نعمل مع بعض كيكة البونتي وإن شاء الله رح نعملها بطريقة بسيطة ورح يطلع معكم الطعم غير شكل طبعا في أكثر من وصفة لكيكة البونتي بس اليوم رح تكون وصفتي الأولى معكم وإن شاء الله في الأيام الجاي رح أعمل أكثر من وصفة في البداية هون رح نحضر للكيك بالنسبة للكيك هون رح نستخدم كيكة السبع ملاعق رح نحتاج في البداية ثلاث حبات من البيض نص معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة في حال مش متوفرانكم الفانيلا السائلة استخدموا الفانيلا البودرة نستمر بالخفق حتى يكشف عندي لون البيض ويصير لونه على بيض هلو هون رح ننزل السكر بالنسبة للسكر هون رح نحتاج سبع ملاعق كبار من السكر منخفق حتى يصير عندي قوامل خلية كريمي هك عندي القوامل ممتاز هلا هون رح ننزل الزيت بالنسبة للزيت هون رح نحتاج سبع ملاعق كبار من الزيت النباتي طبعا قبل هالمرة انا عملت كيكة سبع ملاعق مع كيكة الشموى هاي الكيكة ممكن تستخدموها قاعدة لاي نوع كيك انتو بدكم اياه من انجح وصفات الكيك طبعا استخدمت وقتها خلاط الكوكتيل المتوفرانكم ممكن تستخدموه رح نحتاج كمان هون سبع ملاعق كبار من الحليب السائل طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي في حال مش نتوفرانكم الحليب السائل استخدموه حليب البودرة نستمر بالخفق وبهيك عندي الخليط السائل صار جاهز هلا هون رح نحضر للطحين بالنسبة للطحين كمان هون رح نحتاج سبع ملاعق كبار من اللطحين استخدموه اي نوع طحين متعدد الاستعمالات ورح نحتاج كمان هون معلقتين كبار مليانات من الكاكاو الكاكاو اللان استخدمته هون هو كاكاو غير محلة بالاضافة هون رح نحتاج معلقة كبيرة من الباكينج باودر هلا هون رح انخلهم والافضل انكم تنخلوهم مع بعض طبعا ما تنسوا تحطوا رش صغير من الملح هلا هون مننزل الطحين على دفعات مننزل اول دفعة منقلبها كثير منيح حتى يدوب عندي لطحين اول ما اشوف عندي لطحين ذاب برجع بنزل الدفعة اللي ضلت معي لازم تتأكدوا ان الخليط ما فيه اي تكتلات من الطحين بهاك عندي خليط الكيك صار جاهز هلا هون رح انزلوا في قلب الكيك طبعا انا القلب اللي استخدمته هو قلب تشيز كيك دهنتوا بكمية بسيطة من الزيت النباتي بعدها فرشتوا ورق زبدة في حال مش توفر عنكم ورق زبدة ممكن ترشوا كمية بسيطة من الطحين هلا هون رح ادخلوا الفرن رح ادخلوا على درجة حرارة 180 طبعا الخبز رح يكون عنا من تحت المدة اخذ مني 30 دقيقة بالضبط طبعا فرن عن فرن بيفرق حسب انتوا كيف بتخبزوا الكيك بس لازم تختبروا الاستواء قبل ما تطلعوا الكيكة من الفرن هلا هون رح اشين ورق الزبدة وبعدها هون رح اعمر ثقوب في الكيكة ورح اشربها هون رح اشربها حليب مع كاكاو ممكن تشربوها حليب لحالو زي ما عبدكم طبعا الحليب مع كاكاو كان بدرجة حرارة الغرفة والكيكة عنا كانت دافية هلا هون رح نحضر للطبقة الثانية رح نحتاج كاسين من الحليب السائل طبعا هون كل كاس حليب رح احط عليه معلقتين اكبار من السميد مجموع السميد بيكون عندي اربع ملاقي اكبار من السميد ورح نحتاج كمان هون اربع ملاقي اكبار من السكر كمان كل كاس حليب حطيت عليه معلقتين اكبار من السكر رح نحتاج هون كمان ميتة جرام من الزبدة طبع لازم تكون عنا سائلة تساوي الميتة جرام نصف كاس من الزبدة في حال ما ستوفر الزبدة أكيد ممكن تستخدموا الزيت النباتي هلا هون راح ننزل جوز الهند طبعا في البداية أنا هون حطيت كاستين من جوز الهند ورجعت حطيت تقريبا ثلاث ملاعق كبار من الجوز الهند بس حطيتهم على مراحل راح نحط هون كمان نص معلقة صغيرة من الفينيلا تعطي نكحة كثير طيبة طبعا هون بحطهم على الغاز منستمر في التقليب حتى يغلى مع الخليط لازم يغلى تقريبا مدة دقيقتين بعدها بالطفو الغاز طبعا الخلطة راح يمسكها هو السميد فهو كثير ضروري بالوصفة والكمية جوز الهند هي ذوق شخصي ممكن تحطه من حد كاستين لحد ثلاث كاسات بس حطوا شوي شوي حسب القوام الانتو بتكمية طبعا الافضل انك تحطوها سخنة جوز الهند يكون سخن فوق الكيكا بمسك اكثر فيها يعني ما تتركوها تبرد الخلطة الباونتي تتركوها تبرد بعدها تحطوها فوق الكيكا لا الافضل انك تحطوها سخنة حتى تظلها ماسكة اكثر في الكيكا هلا هون راح نحضر للطبقة الثالثة راح نحتاج كاستين من الحليب السائل راح نحتاج باكتين من الكريم كراميل البودرة بالاضافة لنص كاس من الحليب البودرة و راح نحتاج ثلاث ملاعق كبار من الكاكاوي البودرة راح احكي عن الحليب البودرة في حالة مستتوفر ممكن تستبدلوه بعلبة قشطة الكاكاوي الآن استخدمته هون هو كاكاوي غير محلة و راح احط هون 50 جرام من الشوكولاتة بتعطي نكهة كثير طيبة في حال مش متوفر عندكم الكريم كراميل البودرة ممكن تستخدموا 200 جرام من الشوكولاتة تضوبوهم في قلبة قشطة حسب ما بدكم يعني حسب كيف تحبوا طبقة الشوكولاتة تكون طبعا لازم تغلوه كثير منيح وهيك طبعا عندي جمدات في البداية تركتها تبرد بدرجة حرارة الغرفة و دخلت الثلاجة تقريبا مدة نص ساعة بعدها حطيت الطبقة الثالثة طبقة الثالثة بسرعة بتحطوها لان هي بسرعة بتجمد هون كمان تركتها تجمد بدرجة حرارة الغرفة بعدها دخلت الثلاجة تقريبا مدة ساعة كانت جاهزة التزيين ذوق شخصي زينو بالطريقة اللي انتو بتحبوها انا هون ذوبت غالكسي وزينت الوجه فيو ممكن تزينوها بالجوز الهيند ممكن تزينوها بالفصق الحلبي برجعلكم اكيد وهيك عنا الوصفة صارت جاهزة طبعا زي ما حكت لكم في وصفة ثانية للباونتي بتكون في الكريمة ان شاء الله رح اعملها فيديو كمان من الوصفات الشهية هيك عنا الفيديو خلص وهيك عنا الوصفة جهزت بتمنى انو الفيديو عجبكم بتمنى كمان انو الوصفة عجبتكم اذا عجبكم الفيديو باتسوا اللاك للفيديو الاشتراك بقناتي ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة